الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزى الله خيرا أخينا أو أخانا الشيخ يوسف على هذه التلاوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين الحسنات وهذه السورة التي تلاها علينا سورة قاف هي من أعظم صور القرآن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في المواسم العظيمة في الإسلام في العيد وذلك لما اجتملت عليه من المواعظ من كيف بدأ خلق الإنسان والمصير وسؤال الملائكة وسؤال الباري تبارك وتعالى للخلق وما هو جواب المسلم وما هو جواب الفاجر وأن العباد مردهم إلى الله تبارك وتعالى ولذلك كانت هذه الصورة اجتملت على أمور عظيمة فيها أيضا ذكر الأمم التي سبقت هذه الأمة وكيف أرسل الله سبحانه وتعالى إليها الرسل وكيف قابلوا هؤلاء الرسل وكيف أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر وهكذا هو القرآن وهو كلام كله في حق الله كما قال العلماء قالوا والقرآن كله توحيد فإما أن يكون خبراً عن الله وأسمائه وصفاته فهو التوحيد العلمي الخبري وإما أن يكون أمراً بعبادة الله وحده ونهياً عن الإشراك به فهو التوحيد الطلبي الإرادي وإما أن يكون خبراً عن الأمم السابقة ومن أرسل الله إليهم من الرسل وكيف قابلوا هؤلاء الرسل وكيف نصر الله الرسل فهو خبر عن دعاة التوحيد وما لقوه في سبيل الدعوة وإما أن يكون أمراً بالعبادات كالطهارة والصلاة والحج والزكاة وغيرها من الشعائر فهي من حقوق ولوازم التوحيد وإما أن يكون خبراً عن الجنة والنار فهو جزاء من حقق التوحيد أنه سوف يدخل الجنة وأن من لم يحقق التوحيد أنه سوف يدخل النار فالقرآن كله توحد لشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ألف لا مرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت قال بعض العلماء أحكمت أي الألفاب وفصلت المعاني آياته ثم فصلت من لدن حكيم يضع الأمور في نصابها خبير له العلم الدقيق والجلي والخفي من لدن حكيم خبير لماذا نزل هذا القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لماذا أن لا تعبدوا إلا الله جاء هذا القرآن حتى يفرد الله عز وجل بالعبادة أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى آخر الآيات هذا هو القرآن بيان لحق الباري تبارك وتعالى وبيان لصرف العبادات لله وهذه القضية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس والتي بها يكون قبول الأعمال والتي يكون بسببها الناس إلى سعداء وأشقياء وإلى مؤمنين وكافرين وإلى أتقياء وفجار بسبب هذه الكلمة ولذلك أنت تجد أن الله عز وجل ما بعث نبيا ولا رسولا إلا للدعوة إلى هذا الأصل العظيم الذي هو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد وهكذا جاء جميع الأنبياء نوح عليه السلام جاء إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هود عليه السلام قال لقومي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولذا قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الدن والإنس إلا ليعبدون أي ما خلقتهم لشيء إلا للعبادة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كما قال إبراهيم عليه السلام يا قوم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فجاء جميع الأنبياء بعبادة الله وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة ويدل على هذا الأمر أدل كثيرا موجودة في القرآن قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أعبدوا ربكم أعبدوا ربكم لماذا نعبد الله قال الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم لأن ربنا الخالق كما قال مؤمن آل ياسين يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لأعبد الذي فطرني أي خلقني أول مرة وأوجدني من العدم وإليه ترجعون وسوف نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذا الإنسان الذي يتبجح على الله والذي يعارض الله والذي يتمرد على أمر الله تبارك وتعالى يبين الله لهذا الإنسان قدره حتى يلزم هذا الإنسان قدره هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مهما طغى الإنسان ومهما جمع الإنسان ومهما كان عند الإنسان من العلم أو من الأموال أو من المكانة أو من المنزلة أو من الجاه أو من السلطة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة مما؟ أمشاج نبتليه بعد ذاك فجعلناه سميعا بصيرا ولا يعلم شيء ولا يفقه شيء إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فالفضل أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى شاكذا ربنا قال يا أيها الناس أعبدوا ربكم ليه نعبد الله الذي خلقكم من أسباب أننا نعبد الله أنه خلقنا وحده ربنا خلقنا براو والذين من قبلكم لعلكم تتقون أضي قضية ما بغلت فوق المشركين الأوائل إذا سألت أبا جهن أو أبا لهب أو عقب بن أبي معيض أو أمية وأبي ابن خلف ولا غير من المشركين والكفار القاتل من النبي عليه الصلاة والسلام قلت لهم الخلقكم منتو وانخلق الناس القبالكم وجميع المخلوقات منو قل ليه خلقنا الله ما بغلت فيها لأن هذه قضية ثابتة مستقرة وربنا سبحانه وتعالى تحدى فيها البشر وتحدى فيها جميع المخلوقات قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ربنا سبحانه وتعالى قال الناس أو الأصنام أو الأوثان أو القباب أو القبور التي تصرف لها العبادة من دون الله ربنا سبحانه وتعالى أعجزهم بهذه الأسئلة فلا يملكون مثقال ذرة قال العلماء والذر صغير النمل نمل الدقاك ما بيملكوا قدر النمل الصغيرة دي لا في السماء عندهم عندهم منا ولا في الوطن لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك يعني ما ربنا سبحانه وتعالى البيدعوم ديل شاركوا ربنا سبحانه وتعالى في خلق السماوات أو الأرض أو ما فيهما شكدا ربنا قال وما له فيهما من شرك وما له منهم الناس البنادون ديل ما في واحد فوقهم هذا معنى الآية وما له منهم من ظهير يعني ربنا ما عنده معين ما عنده ربنا سبحانه وتعالى الآن الإنسان دائر ابن بيت قل لك المعلم شغل براو وفي طرب وفي زون نجار وفي حداد وهكذا يعاونوه ويساعدوه على بناء هذا البن لكن ربنا سبحانه وتعالى تنزه وتقدس سبحانه وتعالى من أن يكون له مساعد أو ظهير أو مناصر شكدا ربنا قال وما له منهم من ظهير ما في واحد ربنا سبحانه وتعالى أو كالله خلق حاجة ربنا قال له الكون ده كله خلقته لكن بالله بس الطين الحمردي أخلقه انت لا ولا قال له أنا خلقت الكون كله بس أخلق الغنم ولا قال له بس أخلق مثلا البحر ولا قال له أخلق الذباب ولا قال له أخلق البعوط ولا قال له أخلق شيء من النباتات أو من الحبوب كلها خالقها الله شكدا ربنا في صورة الحج تحدى جميع المخلوقات جميع البشر يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لأن أخواننا في ناس نادوا الصالحين في ناس نادوا الأنبياء في ناس نادوا الملائكة في ناس نادوا الجن وده كل القرآن جابهوا ربنا سبحانه وتعالى قال عن الصالحين في ناس نادوهم في صورة الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يعني هم ذاتهم الناس يدعوهم ويستغيثوا بهم الزول النادوا ذاتهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني هم ذاتهم يتقربوا له الله بالأعمال الصالحة هم خائفين من الله هم دارين ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم وربنا يتجاوز عنهم شاكد ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة ويوم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون الجن كما قال الله عز وجل في صورة الجن تبروا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم شنو رهقا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما نقل العلام بن كثير كان أناس من المشركين إذا نزل أحدهم واديا في سفر لما يكون مسافر زمان لا في عربات ولا في إنارة ولا في كده الزول بيسافر براوه وقد يسافروا مجموعة من الناس والمسافات بعيدة بالدواب بالحمير بالبغال بالخيل بالإبل بعدين لما يجي وادي كبير وينزل فوق عشان ما يتصلت عليه الجن يقول أعوذ أعوذ أي أحتمي عشان كده أنت بتقول قل أعوذ برب الناس إلى آخر الصورة وتقول أعوذ برب الفلق أي أحتمي برب الناس وأحتمي برب الفلق ده لما كان ينزل الوادي كان بيقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من صفهائه قال فزادوهم رهقا أي تصلط عليهم الجن الجن لما شافوا الإنسي لما ينزل الوادي بيقول الكلام ده قاموا قالوا دي الناس نزاتهم تصلطوا عليهم زيادة وده للأسف الشديد موجود في المجتمع ما في زل بينزل بيقول أعوذ بعظيمي هذا الجن لكن بيمشي له له فكي امشي يقول له أنا إحنا بكتوبين شوف الحاصل شنو يقوم يكتب له سحر يفكبه السحر داك وهذا يسمى بالنشرة وهو حل السحر بالسحر اكتب له بخرة أو محاية أو حجاب أو غير من الأمور وهذا يذهب ويستعمل ذلك فيتصلت عليه جن أعظم من الأول تلقى قاعد لك شهرين ثلاثة يقول لك يا سلام والله مشينا الشغل الجيهد بعد كم شهر يقول لك والله تاني الشغلان يا رجعت دي ما بحلها لكن لا تقرأ غران الشائد من الكلام أن هؤلاء كانوا يعبدون الجن ومنهم من كان يعبد الأنبياء لشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لعيسى عليه السلام عيسى عبد من دون الله النصارى الموجودين الليلة ديل ناس بيحتفلوا معام خمسة عشرين ديسمبر وهذا يوم لشتيمة الباري تبارك وتعالى شاكد جاء من حديث ابن عباس وابي هريرة عند البخاري وغيره فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله سبحانه وتعالى يقول يؤذين ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبن ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما أذيته إيايا فقوله لولد وفي رواية يشتمني ابن آدم ابن آدم يشتم الباري تبارك وتعالى قال أما شتمه إيايا فقوله لولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله أني لا أقدر أن أعيده كما كان وليس أول الخلق بأهون علي من آخره شاكيد هذه أيام بتاعت غضب غضب كثير من المسلمين ما فهم من الحاصل شو قلليك يا أخي ده راس السنة ما شيرنا روس انت فاهم الحاصل شنو في كتابهم ما يسمى بالإنجيل في عقيدتهم أن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا تعالى الله زنى بمريم وولدت عيسى ده في يوم واحد واحد وشباب المسلمين ما شين ساكن قل لك يا سلام ده يوم يوم شين يا سهل ده يوم بتعشتيما لرب العالمين تبارك وتعالى شان كده العلماء ذكروا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما قالوا هي أعياد المشركين أعياد المشركين والسلف كانوا يحذروا منها أي ما تحذر حتى قالوا من باع بيضة لهؤلاء قالوا فهو محرم ومن هنأهم على هذا العيد فهو أشد من تهنئتهم على شرب الخمور والزنا دي كل أعياد بعد جاء بيجي برضو شم النسيم انت عارف شم النسيم ده قال قالوا لما عيسى صلب وعندهم عيسى هو الله والله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وإلى الآن في ناس يقول لك ديل ما كفر يقول لك أهل كتاب وربنا قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أهل الكتاب كافر أي زول بعد باعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما مسلم ده كافر طوالي بيجي أهل كتاب بيجي ما أهل كتاب ده كافر طوالي ولذلك قالوا التهنئة لهؤلاء بأعيادهم أشد من تهنئتهم بشرب الخمور وبالزنا لأنه ده أمر عظيم أمر عظيم فيه شتيمة للخالب تبارك وتعالى ولذلك ربنا قال يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين نعلموا من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون شكذا ربنا بقول لعيسى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ديوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ربنا بقول لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك تنزيها لله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ده ما حقه وده يا أخواننا الإنسان إذا فيهم المسألة دي تاني الدين كله بفهمه إن أي زول تديه حقه وأي أحد تديه حقه حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الإيمان والحب والاتباع والتعظيم والتوقير والنصرة والمحبة إلى آخر حق المسلم أخوك المسلم تحب في الله تنصحه تناصره تقيف معاه وهكذا حق الوالد تحترمه وتطيعه في غير معصية الله وتبجره وتعظمه وتقدره وما ترمي كلام الواطاء وهكذا وحق الباري تبارك وتعالى أن تعبده ولا تشرك به شيئا لكن الإنسان بطورط لمن يخلط الحقوق خلطت الحقوق الآن الآن حق ربنا سبحانه وتعالى يدو للمخلوق حق الله يدو لعبد الله شاكذا عيسى عليه السلام قال ده ما حقه الليلة لو انت جيت ليه زول وأديته حاجة أو أدو أمانة قال ليه وصله لك وجيت شلتا منه ما مفروض يزعل ليه لأنه ده ما حقه ما حقه ما تزعل لو شلتا حاجة زول تاني والزول التاني راضي ما ممكن زول تالي تيجي يقول ليك شيئا ما لك حقتك السؤال بيكون كده حقتك لا ما حقته طيب زعلان ليه العبادة حقت منه حقت الله سبحانه وتعالى إذا قلنا فلان من الناس ما يستحق العبادة ما فزول يزعل شاكذا عيسى عليه السلام قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال ده ما حقه إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب قال لي لا تعال شوف الشركيات قبل أيام كان المولد شوف القصيدة اللي بتتقال دي وجه قصيدة مشهورة جدا مش في السودان في العالم كله اسم البوردة لواحد اسمه البوصيري بيقول فوقه قصيدة طويلة قال يا أكرم الخلقي بيدعو في النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ما من حقه تدعوه تناديه من دون الله النبي صلى الله عليه وسلم من حقه تحبه أكثر من ولدك ونفسك وأبوك وأمك وتنصر وتتبع تعظم سنة عليه الصلاة والسلام لكن ما تصرف لي والعبادة قال يا أكرم الخلقي ما لي من ألوذ به سواك يعني ما عندي غيرك بمشي ليه بيتام قال عند حدوث الحادث العميم قال يا رسول الله لما انتجي المصيبة أنا ما بمشي إلا ليه كتن وربنا سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهم مع الله الكلام ضرى الصلاة والسلام ما بيرضاه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبح تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامل فإن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي في الآخرة وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم والرسول صلى الله عليه وسلم الكلام دا ما بيرضاه ده غلو ربنا قال في صورة المؤمنون قل أيام محمد نبي عليه الصلاة والسلام للمشركين قل لمن الأرض الواطة دي حقت منه البوصوري الصوفي دا قال دي حقت الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه نشوف القرآن قاشنه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله الكلام دا ما الصحابة القالوا كده دا ما الصحابة دا المشركين وبعد كفار قل أفلا تذكرون قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون الله قل يعني كلامكم صح قل أفلا تتقول قل من بيده ملكوت كل شيء الدنيا والآخرة وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل فأنا تسحرون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وفي آية ليقولن خلقهن العزيز العلم بعد نازل كفار نحن الليل يا أخواننا عندنا عغاية للأسف الشديد سيئة ولو بيقت بتدسة كان المصيبة أهوا لكن على الشاشات قناة النيل الأزرق وقناة السودان الآن لو حشيت اليوتيوب الآن قناة السودان أكتب مقطع خليفة الكباشي أو أكتب الكلام جايبينه في تنفيزيون السودان كلام ده تقريبا قبل أربعة وخمس سنة موجودة الآن قال شيخه جا واحد اسمع القصة دي وأوزينا بالكتاب والسنة دائر ولد ودي من البداية غلط قال مش على الشيخ لما جاي خاشي على الشيخ ليه قود ده الشيخ قال له جاي لشنو قال له الله جاي لأبو الزوجت ليه كم سنة وما أرب الله مداني ولد والشيخ دار يديني ولد قال له ما دام جيت لأبوي أنا أديتك ولد لكن خش لأبوي الولد أديه ولد مش أخش أجوه قال له أبو أديه ولد قال له الشيخ أنت أديتني ولد برضو ولدك لقيته في البداية ولد قال له خلاص خلي ولدي يفرز الجنة اللي أديك له من الجنة اللي أديتك له والله في تنفيزيون السودان كويس يا أخي لو دائر ولد ما تسأل الله ربنا سبحانه وتعالى قال كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفي شب الليل نادى الله نداء خفي نداء خفي لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى قال رب إني وهن العظم مني قال يا الله أنا بيقول شايب كبير والعدم بتاعي ضعف وبلغت الغاية في الضعف إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية شوف الأنبياء حسن ظنهم في الله كيف قال يا الله أنا ما حصل دعيتك رجعتني أصل ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا شوف الكلام الطويل ده كل دارس لهذه لهذا السؤال فهب لي من لدنك وليا الله دعوه لما دعوه الله دعوه لما دعوه الله دعوه يا يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى شكذا ربنا جاب في صورة الأنبياء قال وزكريا أي واتل عليهم نبأ نبي الله زكريا إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا قال فاستجبنا له الفادي تعغيب طواله طواله الله دعوه ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه طيب ليه ربنا الدعوه؟ ربنا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيران ويدعوننا ما بناده غير الله لكن الليلة تعالى شوف النديهة في السودان النديهة عجيبة والله والله النديهة دي لو كانت لأله السودان ده كان كان النازي غير قد قروش يقول لك عين يمين نادي الصالحين عين شمال نادي الكمال عين وره نادي بشرة عين فوق نادي أهل الزوك عين تحت نادي بميسك عين صعيد نادي عوضجين يا زوجي تخليت لها الله واحد قال يا بقبة لبنية اكتب لي حجاب من راسي لي كرعية ده حجاب ولا برول من فوق لي تحت يا أخي ربنا ما حفظك في ربنا قال إن كل نفسي لما عليها حافظ ها ربنا قال له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله النديهة دي لجن للأسف في السيرة السيرة الأغاني بتاعت النسوان دي في السيرة الوحدة تقول يا أبشرة إن شاء الله راجي المرة مشركة وبايرة تنادي دار العاريس قال يا ناس أبشرة عنده حاجة مع الله الإمام مالك عنده حاجة مع الله أو بقر الصديق عنده حاجة مع الله شاكده ربنا سبحانه وتعالى قال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعل لله شركاء خلقوك خلقه يعني هل العملهم شركة مع الله ذي الخلق وذي خلق الله يعني جاءت غنمائتين ما شاء الشابها يا ربي غنمائت الله ويناء والغنمائي الخلق فلان ويناء فتشابه الخلق عليهم ربنا قال قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له قال الإمام القرطبي رحمه الله والذباب هنا مفرد واحد بس قال وهذا الذباب ضربه الله مثلا لكثرته وضعفه ومهانته وحقارته لما يقول لك فلان يعني يقول لك زول ما عنده شهامة أو ما عنده نخوة أو يقول لك فلان ما عنده كرامة زي الذباب ده تاني ما خلوا له حاجة فربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا بهذا المخلوق الضعيف حتى يبين للناس أن غير الله لا يستحق العبادة ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه يعني الضبانة تجي تختف تختف من أكل الشيخ وتشيل منه ربنا قال ما بيقدر يشيل الأكلة الضبانة لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ولذلك أمر التوحيد أمر عظيم وهو الذي به تقبل الأعمال عشان كده السؤال السأل قبيل مؤمن آل ياسين دي أخوانا سؤال منطي جدا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني الله خلقني ما أعبد ليه عشان كده ربنا في سورة يونس قال قل من يرزقكم أي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له قل للمشركين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر البسو الحاجات دي منه فسيقولون الله فالبسو الحاجات دي هو المستحق للعبادة كده ربنا قال فذلكم يعني استوى الحاجات دي فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده بيبدأ الخلق بيخلق مع الله لكن والله أخواننا للأسف الشديد دي كتب ده كتاب أنا خليني أقرأ لك الفيو بعد داك أوريك الكتب منه اسم ديوان لك سلام منه كويس إدي كلام غريب ودب بمسمى الكرامات قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأدلة على استحقاقي للعبادة قال الله سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنها توفكن وهذه من المسلمات الليلة بتلقى في الكتب الموجودة الآن في ما يسمى بالمديح طبعا يا أخواننا متح النبي صلى الله عليه وسلم قرب من القرب العلماء قالوا بشرطين يعني عبادة ما فيه مشكلة الشرط الأول يكون ما فيه مخالف للدين يعني لا فيه شرك ولا فيه باطل ولا فيه ضلال وده ذات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيرضاه وكان بيغيره الدليل في صحيح البخاري حديث صحابية جليلة يسمى الربيع بنت معوذ رضي الله عنها يوم عرسة كان في جارية وهي البنت التي لم تبلغ الحلم دي الجارية كده كويس فكانت تمدح النبي عليه الصلاة والسلام بقصيدة وتقول وفينا رسول قصيدة طويلة منا وفينا رسول يعلم ما في غدي يعلم ما في غدي معنا أجنو معنا بيعلم الغب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي بما كنت تقولين يعني ده فيه إقرار إنه في مديح كده صح فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله قال لها البيت بتاعك ده باطل فالمديح فيه حسان رضي الله عنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم بكلام حق وكلام ما فيه مخالفة للدين الشيء الثاني ما يكون فوقه موسيقى ودفوف وضرب للطبول إلى آخر يجيك واحد يقول ليك طيب ما إنت الآن جبت حديث قلت إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمدح جاره يقوموا يجيبوا لك فنانة تمدح فيمتا وبالموسيقى وغيره دي مخالفات فما يكون فوقه موسيقى إذا بيقى فوقه موسيقى يبقى حرام لأنه الموسيقى محرمة باتفاق لأيمة الأربع سودانين الآن لو مثلا دارين إلا من رحم الله لو دارين يزوغوا من مسألة شرعية مثلا يعني مثلا تلقاه زول بصف تقول لي هزول الكلام ده حرام ما بجوز يقول لك هزول جيب دليل يعني دار له آية أو حديث يقول له إن التنباك حرام كده عديل يعني والله أجد كويس تقول له ربنا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث انت التنباك ده من الطيبات ولا من الخبايث يعني لو أكلت كسرة ممكن تحلي بيتنباك يقول لك لا من الخبايث طيب ما حرام كده دارين بس إلا يبقى نص وده أخواننا من عظمة القرآن إنه بيجيب لك لفظة كده تاني بخش فوق حاجات كتيرة النبس عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام زول بيقى يذكر مثلا بشربوت قل لك ما في دليل على إنه الشربوت حرام لا إذا سكر حرام لأنه خمر الدليل الحديثة البنقو الخرشات المصائب اللي بيسوها الآن الشباب اللي من رحم الله دي حرام وخمر قل لك خمري كيف يا أخ دي حبة ببلعوها ما بيشرفوها لا خمري برضو عقلك ده لما تبلع أو تشربها أو تطعنها أو تشمى بدرة ولا غيره بيحصل لعقلك شنو قل لك والله بشوفها الدنيا دي يعني بشوفها كده خفيفة أيواء بس كده حرام يا أخ خمري ذاتا رفتها فالشريعة بتجي بحاجات زي دي فمن ضمن المحرمات الموسيقى موسيقى حرام باتفاق الأيمة الأربعة دي ما فيها خلاف زي التنباك مع أنه التنباك ما فيه خلاف أصلا حرام فيمتى لكن دي باتفاق الأيمة الأربعة فإذا دخل في المديح أمر كفري أو شركي أو غلو أو بدعة أو تاصل باطل أو كان فيه موسيقى يبقى الاستماع له وما بيجوز شوفها الكلام ده هنا كيف ده بيمدح فيه شيخه اسمه أحمد الطيب البشير قال مصطفى عركينة يعني ده من الأول يبتعنه مع ودعلي المكروم وتت الفلاتي القلب العود مفهوم وهنا صفحة 43 الكتاب ده مطبوع عنده رغمي داع ودار بتاعة نشر والتلفونات بتاعتها مكتوبة في الغلاف هنا طيب وقام القصيدة نهاية كل بيت بيقولون بيشرح ليك الكلمات الغريبة طيب الكلمة الغريبة رغم 28 قال هو الحاجة الفلاتي طبعا يا أخواننا ما عندنا مشكلة في جنس غد تكون فلاتي ولي غد تكون جزر قمر ولي غد تكون من أمريكا ولي نحن ما مشكلتنا في الجنس لأنه ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن مشكلتنا في العمل شنو قال كان رحمه الله جليلا في عالم الأسرار قال ومن كراماته ما أخبر به عبد المحمود لآخر قال الشيخ أحمد الشنبلي عن أحمد ولد مدني الجعلي كنت من من صاحب الشيخ تد زمانا فرأيت منه كرامات شتى منها أن امرأة من نسائه طلبت منه يوما أن يشتري لها خادما تخدمها وألحت عليه في ذلك فأمرني أن أحمل فأساً وثوباً قال لي جيب ليك فأس وتوب أو قال لي المريد وأن أمشي معه إلى شجر هناك فوقفت تحت شجر وأمرني أن أقطع منها عوداً على قدر قامة الإنسان فلما فعلت ذلك أمرني أن أضع الثوب المذكور على العود ساتراً به التوبة القبيل شاء له من البيت غطي به والعود قال قال وأن أتنح عنه قليلاً بحيث أكون قريباً منه ثم أخذ سبحته وصار يذكر الله تعالى بهمة عالية والعود أمامه ثم رفع صوته قائلاً بخيتة ثلاث مرات بخيتة 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 للعود يعني قال فرأيت ذلك العود تحرك ثم صار أمتاً فأمرني أن أمسكها بيدي فأخذتها إلى أن أوصلتها إلى زوجتي فعاشت عندها زماناً ثم توفيت للكرامة كذا ده كلام البورعي الكلام ده نعرض على القرآن أول صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم صورة شناً يا أخوانا؟ العلق ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من شنوه؟ فضل أشهر خلق الإنسان من شنوه؟ من شجر؟ من علق ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه؟ من شنوه؟ ربنا قال من نطفة ولا قال من شجرة؟ من نطفة فيبقى الأخوانا المنتشرة الآن دعقائي سيئة والأنبي يخاف على نفس من الشرك كما دعا إبراهيم في صورة إبراهيم قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيراً من الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وبتلقى الكلام ده في الجرائد وفي غيره أبراج الحظ وإنت برج العقرب ويوم الخميس بيجيك حمى ويوم السبت بيجيك كديسة ساكية كلب وكل كلام فارق ورجم بالغيب والدعاء لعلم الغيب وكهانة وكذب على النس شاكده في صورة قاف ربنا سبحانه وتعالى قال القياه في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فكون تعتقد إنه فلان من الناس بيخلق أو بيرزق أو بيعلم الغيب أو بيد الجنة أو بيستحق النديها أو بيصل الإنسان يقول لك لحق بعيد أو غيره كده جعلت ند مع الله شاكده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق شاكده أخواننا المسلم عقيدت في الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن عباس ابن عمه قال إني أعلمك كلمات إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اتمعت على أن ينفعوك بشيء شاكد ما تخاف والله يا أخواننا من القصص والمآسي التي نسمعها ها أنا اللي أسبوع الفات كنت مشيت على جهة الغريب دي والله قصص تحييرك زلت القاوسة يقمرته مودية للشيخ عروس يقول لك يا قاعدة معاه شهر لأنه ما تدوني جنة لا يعني الدين ديها كيف يعني تم تلعب على منه ربنا قال لله ملك السماوات والأرض لله دجار ومجرور خبر مقدم والخبر في اللغة العربية محل وراء ربنا جابوا لك قدام عشان يوريك أن هذا الأمر خاص وحصريا على الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ربنا في ناس بيديهم بنات يعرسوا واحدة ستة سنة بنات سبعة عشر سنة بنات يدبل بنات يتمين أربعة بنات يطلقوا تاني عرس بنات ويهبوا لمن يشاء الذكر واحد ربنا يديه أولاد بس قل ليه الله بيت بس تمسك البيت أولاد أولاد ربنا قال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ناس ربنا سبحانه وتعالى بيديهم من الأولاد والبنات ربنا قال ويجعلوا من يشاء عقيمة ودي المشكلة في النوعية دي لو بيقى عقيدة ما نجيضة شوف نبيين ربنا ذكرهم في القرآن ما داهم الولد إلا بعد بلغوا من الكبر الشيء العظيم إبراهيم وزكريا ذكرنا قصته عليهم السلام إبراهيم مرته قالت أألد وأنا عجوز العجوز كم يعني بيكون عمورة كم كم سنة العجوز ها قوز سبعين قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي أي زوجي شيخا بيقى كبير إن هذا لأمر عجيب الملائكة قال شنو قالوا أتعجبين من أمر الله دا أمر الله تسأل الله مهما بلغت ما بلغت دائر طوال تتوجه لأله باب الله ما في واسطة دا من رحمة الله هنا في الدنيا في واسطات دار تستغل إلا يكون وادعمك شنو وداك شنو تدفع بيجاي الشغلة شغلة فيها بيجاي قبائل وبيجاي بلاوي تعارف الحظ لكن باب الله دا ما في واسط حصل قال لك كده خلي جبريلي يجي شوف لك الشغلة دي حصل حصل في زول قال كده نزال الله قالوا له كده يدفع قروش حصل النعمة لالله الداك يا دي الله الداك أولاد حصل قال لك جيب فاتور تشافع السغير حصل ها أسي ناس يمشي أطفال نبي بيدفعوا مليارات وكده حصل الدوك حصل جابوا ليك فاتورة بتاعة تسمع ساي وفي ناس النعمة دي بيستخدمها في الباطل يسمع بيها ها في الأغاني حصل جابوا ليك فاتورة يا أخي الكيلة غسي للكيلة دي أشوف النعم دي كيف الكيلة بتاعتك دي في اليوم بتغسي لكم مرة نحن زاته ما عارفين بتغسي الساي نسأل الله إنه يعافي جميع المسلمين أمشي شوف مستشفى الكيلة دي يقول لك الجهاز خسران والكهرباء قاطعة وعندنا زول وعليك الله إحنا حجزنا قدامكم وده زول كبير والإسعاف ودخلوا لينا والله بيديك ساكت يوم ما جابوا ليك فاتورة بدل الإنسان يحمد الله وربنا أدىه النعم دي إحنا عندنا المسألة السوداني بيقول لك الخيل تجقلب والشكر ليه حمد الله أدىه نعم تمشي تقول يا الصالحين أنا قال لك ده ماذا يربستون ياخدت الله أدىك تمشي تشكر غيره ولذلك يا أخوانا الأمر كل عند الله أمور كل عند الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صواة الصلاة بارك الله فيكم جزاكم الله خير السلام عليكم